في اسم العاب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد الأبد أمين نواصل دروسنا في الحرب الروحية القديس أسانسيوس الرسولي عامل كتاب مشهور طبعا لهو كتاب تجسد الكلمة أحب أنكم تقروا وأحب أنه تقروا الناس اللي مش في مصر تقروا الترجمة اللي عملها الدكتور جوزيف موريس فالتس نقلا عن اليونانية أنها أفضل حتى من النص اللي مترجم باللغة الإنجليزية الأديم يعني اللي موجودة على النات يعني قديس أسانسيوس بيقول أنه كان لابد أنه الكلمة هو الذي يتجسد ليه هو بيجواب على السؤال لماذا كان لازم الكلمة؟ قال لأنه لو كان فيه رسام رسم صورة والصورة دي حدث عليها أي شكل من التشوهات فلا يوجد أقدر من الرسام الرسمة هو الوحيد اللي يقدر يرجعها إلى صورتها الحقيق ولا يستطيع غيره أن يقوم بهذا الدور لأنه هو الرسمة ومن ثم فبيقول أنه صورة الله اللي كانت فيه هي صورة الكلمة الكلمة هو اللي طبع هذه الصورة فيه فبما أن صورة الكلمة فيه لما قال نخلق الإنسان على صورتنا صورة الكلمة الأزلي فيه هي التي تشوهت فيه يبقى لازم الكلمة نفسه هو الذي يأتي ويعيد إلي صورته فيه مرة أخرى الكلام ده معناه الإجابة على السؤال هل أنت متأكد من أن المسيح سيستطيع أن يغيرك إلى صورته مرة أخرى أم لا مشكلة أن أنت بتفكر لسه بعقلية النموس اللي هي أن مطلوب منك أنك تعمل ومش قادر تتنقل لعقلية العهد الجديد اللي هي أن الكلمة الأزلي قد جاء لكي يعيدك إلى صورتي طب دوري أنا إيه ما إحنا قلنا دورك إيه دورك إنك تريد دورك إنك إرادتك تختار إرادته ففيه فرق بين أن يكون دورك إنك تريد وبين أن يكون دورك إن أنت اللي هتغير صورتك لا هو أنت لو كان ينفع تغير صورتك ما كانش فيه داعي لأن الكلمة ينزل ويتجسد ولأن أنت غير قادر على أن تغير صورتك فهو جاء لكي يغير صورتك الفخ بيبدأ من هنا إما أنك متكل على ذاتك وفاهم أنه الأمر مبني على كفاءتك وقدرتك أو أنك تصغي لصوت الحية لصوت إبليس فإبليس بيقولك أنت مش نافع بدليل أنك وقعت مبارح وأول مبارح وأول أول وأن عرضة مفيش فايدة فيك مش هينفع تتغير أو الجوزك مش هيتغير ما إحنا قعدنا وتصفينا وقلنا ومش هنعمل ومش هنخلي وهو رجع تاني يعمل برضو نفس الشيء عينك على خطيته ومش شايفة خطيتك يعني شايفة أنه هو عصبي وبيزع ومش شايفة أنه أنت عدد الكلام مالوش ضوابط كلمات نرد عليها عشر كلمات وانت اللي هو كلمته هو الوحشة والعشر كلمات بتوعك يعني دول حلال أصل اضطريتي أصل غصب عنك مش مجاله النهاردة مجاله النهاردة في الحرب الروحية عايز مني عايز منك أو منك يعني أنك تبقي فاهمة أن اللي بيغير هو المسيح وأنه زي ما جوزك محتاج تغيير أنت كمان محتاجة تغيير ولو اتفقنا على كده من البداية أن هو جاي غيرنا كلنا وأن أنا محتاج تغيير زي ما زوجتي محتاج التغيير وهو يقدر أن يغيرني ويغيره يبقى من هنا هنبتدي السكة صح لكن عرضه أنا لما أجي أشوف الأخ المؤمن قعد ضارب بوز قد كده إيه يا مؤمن مالك أنا يا سان أنا فشلان أنا ما فيش فايدة في يا الله وقت مين قالك أن 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 فيك فايد هو حد خدعك وقال لك أن أنت فيك فايدة ده هو عشان أنت ما فيك فايدة من حل الأصل جاء ابن الله عشان يخلص رب لو كل المجد كان يجالس العشرين والخطاء الناس اللي سمعتها مش قد كده يروح يقعد معهم فهم قالك الله إزاي ده نبي وبتاع ربنا وبيجالس العشرين والخطاء قال لهم أنت مش فاهمين المسائل على حياتها لم قاتي لأدعو أبرار إلى التوبة بالخطاء لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بالمرضى أنا أنا جاي عشان الخطاء عشان أبرر خاطئ لكن الباشا اللي بيصوب مرتين في الأسبوع ده ده ماليش سكة عنده بدل بقية حضرتك قاعد بقى ضرب بوز ليه أستاذ أصلا ما فيش فايدة فيه ما أنت فعلا ما فيش فايدة فيك يعني إذا كان إذا كان هذه الحقيقة أن أنت ما فيك شي فايدة لا أنا بقولها لك أعو بطمنك أنت ما فيك شي فايدة وانت وانت ما تنفعش في طريق الرب وتنفع في طريق إبليس تحب يقول لك أكتر من كده أه بس أنا مش حطت رجائي على أنت فيك فايدة ولا ما فيك فايدة أنا حطت رجائي على اللي غيرني وغير كسيرين حوالي أنه يقدر يغيرك أنا بس كل طلباتي منك أنك تبطل عند وتبطل تعطله بالطريقة بتاعتك دي أنا فيها فايدة وما فيها شفايدة كل طلباتي منك بطل عند وبطل تعطل إيد الرب أما من الذي سيصنع التغيير فهو الرب هل يستطيع إذا ما كان عندك يقين أنه قد أبطل الخطيئة بزبيحة نفسه وأبطل الخطيئة اللي فيك وأنه غلب الشرير اللي بيحارب العالم كله واللي بيحارب هو ده الاسم الإيمان مش الإيمان أنا مسد أنك موت على الصليب لا الإيمان أن أنا متيقن أنك أبطلت الخطيئة اللي فيها وغلبت إبليس اللي بيحارب لي علشان إذا ما كان عندك هذا اليقين يبقى ما نبتديش بقى الرحلة من الأول ما ينفعش وهو ده السبب اللي بيخلي ناس كتير مش عارف تكمل وكل يوم إبليس يقول لك إبليس بيقول إبليس بيعمل إبليس ضغطني إبليس بيخلي إبليس بيسوي إليس فنمرت واحد أن يكون عندك اليقين أنه هيغيرك ويغير غيرك وأنه هو اللي هيغيرك وأنه يستطيع ومن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام جميع الذين يتقدمون به إلى الله هذا هو الكسر الأساسي اللي كاسر جهادك الروحي واللي كاسر خدمتك أنك مش مملي من الحق مش مليان من الحق أنه هو الذي أبطل خطية وهو الذي سيبطلها فيه سامعيك إن كنت خادم وفيك إن كنت بتتكلم عن جهاتك الشخصي وفي امراتك إذا كنت إبليس مطلع عنيك من خلال الزعيق كل يوم وقل لآخر الكلام اتنين إنموا في النعمة إنموا في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح ده قال عن الرب يسوع في أيام جسده وكان ينموا في النعمة والقامة عند الله والناس أولا يعني إيه إنموا في النعمة مين هو النعمة نعمة الله محبة الله ونعمة ونعمة الابن الوحيد وشركة روح القنص النعمة هي الشركة هي الابن الوحيد الابن هو النعمة التي أعطيت لنا من عند الاب بسبب محبة الله الاب فمحبة الله الاب وهبتنا وهبنا ابنه بالنعمة إذا إنموا في النعمة يعني أنا بدي من نقطة الصفر وكل يوم بطلع درجة بطلع درجة بطلع درجة تصور اللي بيجيلك بسبب إن النعمة غمرتك الرب اشتغل معاك إن انت خلاص انت خلاص كده ايه وصلت و إبليس مش هيعرف يوقعك تاني الفهم مهم أوش إبليس بيعرف يوقعك يعني النقطة دي لسه انت مغلوب منها يعني النقطة دي لسه هو القيد بتاعه ما تكسرش عنك 100% ومن ثم فلو إبليس يعني طلع أمير وبطل حربك زي ما انت متمني طيب ما هو هيجي في الوقت الحاسم في عز البركة ويروح دا يسلك على النقطة الضعيفة دي روح هدد لك كل اللي انت عملته فإذا من مصلحتك ان انك تكتشف أول بول هي ايه النقطة اللي لسه إبليس مسكك منها وبيشدك منها يبقى لما تيجي تقع بدل ما تندب وتقول أنا وقعت وما فيش في فايدة تقول أشكرك يا رب انك كشفتلي ان الخطيئة دي لسه ما تخلصتش منها وابتدي أشتغل على ازاي اتفك من الخطيئة دي طبعا ازاي اتفك من الخطيئة دي هو دا بقى اللي هنشرحه لسه في كل الدروس اللي جاي بس انت اشتغل باللي في ايدك دلوقتي فاذا كل مرة ابليس بينجح انه يوقعك ابليس بيعملك خدمة دون ان يقصد هو مش قصده يخدمك هو قصده يكسرك لكن هو لو انت فهمت الكلمة التعليم صح هتعرف انه بيعملك خدمة انت نايم في ارض العداء ابليس بيقول لك خلي خلي بالك انت الراحة خدتك وانت مش متمبأ ان فيه نقط ضعيفة جدا في حياتك وانت مش واخد بالك منها طب انا هعمل ايه بقى عملت كل اللي عليه ايه مالك زعلان لا انا ابليس بيحربني في الاحلام انا عايزك تعرف وهي ايه الاحلام الكلام اللي هقوله ده انا اسمعته من استاذ المخ والاعصاب قال انت دلوقتي خرجت تقضي مشاوير ف رحت البنك و فأودعت أو سحبت فلوس وخدت الحفظة اللي أودعت أو سحبت بيها حطتها في الشنطة وبعدين طلعت من البنك على شركة الكهرب كان عليك فاتورة الكهرب فطلعت فلوس ودفعت لشركة الكهربة الفاتورة اللي عليك وخدت الفاتورة وحطتها في الشنطة وبعد ما خلصت كان عليك فاتورة الانترنت وقتها ما كانش في الانترنت فاتورة التليفون ودفعت فاتورة التليفون وخدت الفاتورة وكذا أول ما بتروح البيت بتعمل ايه بتفاخد الفواتير دي وتحط كل واحد فيه الملف بتاعه ده ملف فواتير التليفون ده ملف فواتير الكهربة ده بتاع البنك تحط كل مجتند في الملف بتاعه بتعمل تصنيف للفواتير في الملفات فهو بيقول ما هي الأحلام الأحلام أن المخ بيعيد ترتيب الماء الداتة الصور اللي هو صورها في الملفات بتاعتها طبعا هو الشرح قاله بطريقة مبسطة أوه زي ما قلته بس التفاصيل حاجة يعني معقدة عن البساطة دي فهذا نشاط المخ باختصار سواء قدرت تستوعب الفكرة أو الفكرة مش شغالة معاك فبطوع العلم النفس يقولك أنه لما بتنام بتتفتح قط القرار عارفين قط القرار اللي فيها الكراكيب هو بس الدكتور قالها بطريقة أكثر فنية يعني يعني ايه الكلام بتاعك يعني ريح دماغك من شغلانة الأحلام ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالخطية اللي أنت استجابت لها ممكن في بعض الأحيان يكون فيه ارتباط شرطي حاجة فكرتك بحاجة دخلت على الملف بتاع خبرة قديمة فدي حركة دي وممكن يكون أنت ما لكش دور في الموضوع اللي افتكرت ولا ما افتكرتش فمتربطش إيمانك وسلامك بالأحلام اشتغلت قالت ايه مراتي بعد ما قلت لها وقالت لي واتفقنا وحنصلي نبقى حلوين رجع إبليس قومها علي مش عارف ايه ما تربطش سلامك بكل ده ولكن خليك متوقع أنك تتواجه مع كل ده وتاخد موقف بحسب روح المسيح موقف الصح اعمل حسابك إن إبليس هيخلص من مراتك أو جوزك هيشوف زميلك في الشغل هيشوف هيشوف النقطة الضعيفة حواليك يعني هو الأول بيشوف النقطة الضعيفة فيك بعد كده بيشوف النقطة الضعيفة حواليك يعني النقطة رقم اتنين دي معناها إيه؟ معناها أنك بتطلع السلم بالتدريك وخلي السلاح صاحي وتسلح بنية الحرب كل يوم في كل مواجهة وأخلص من فكرة أنا مش نافع وأنا بقيت نافع وأنا حلو وتسلح بنية أنا بطلع السلم وأنا في حالة نمو وأنا في حالة حرب الحاجة الثالثة بقى في درس النهاردة أننا سنحصد في حينه إن كنا لا نكل طب ولو كلنا الزرعة يا كلها الدودة فسنحصد في حينه الحصاد له أوان أنت مستعجل على الحصاد والحصاد له أوان لما بنزرع مانجا المانجا ما بتديش أول ثمرة قبل ثلاث سنين لا دي بتدي محصول بعد سبع سنين وست سنين ما بتاخد وقت الحاجة الشجرة اللي بتدي ثمرة غالية زي المانجا بتقعد سبع سنين والشجرة اللي بتدي ثمرة أقل بتقعد سنتين وثلاثة فهي مش مسألة أنا عايز أنا مستعجل مش 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 مسألة الشجرة لازم تاخد وقتها للنمو ففيه وقت للزرع وفيه وقت للحصاد ومن وقت الزرع انتظارا لوقت الحصاد عليك أن واحد تنتظر بصبر اتنين تسهر على حقلك تلاتة لا تطلب الراحة في وقت الجهاد والتعب أنا تعبت هيا بشهد دهيلك أو انت فاكر انما تقول أنا تعبت خلاص هتنزل الملايكة جاري تشوف مالك انت تعبت ما لو كان الجهاد كامل كان خلاص كان زمانك خلصت منه لكن مدام انت تعبان يبقى جدك مخلص يبقى انت لسه في وقت التعب اخر حاجة بقى في درس النهار ده المثابرة القصة اللي فرقت في حياتي وانا في شبابي الوعز الخادم وفي الحكاية وانا قاعد في اجتماع الشباب بسمع فبيقول ايه مش عارف اسمه ايه الراجل في احد بلاد اسيا نسيت الاسابي كان بيعمل الثورة وجمع الناس بتوعه وابتدوا اول الهجوم وفي الاخر الهجوم فشل فاصدر منشور وبعنوان هذا هو فشلنا الاول اعاد الكرة تاني مرة وفشل فاصدر المنشور التاني بعنوان هذا هو فشلنا الثاني لغاية المنشور اللي بعنوان هذا هو فشلنا الحادي عشر ونجحت الثورة بتاعته في هو قال اسمه بس مش قادر افتكر طبعا هذا هو لغاية لما وصل للمحاولة الثانية عشر نجح تسلح بهذه النية المثابرة يبقى فيه الصبر وفيه الانتظار وفيه المثابرة هقولهم تاني الثلاث كلمات الصبر اما الصبر فليكن له عمل تام بصبركم تقتنون انفسكم الانتظار لاننا سنحصد في حينه ان كنا لا نكل المثابرة بقى يعني ايه المثابرة معنا ما لقيتش نفسي عارف اشرح يعني ايه المثابرة اضطرت احكي الحكاية اللي فرقت في حياتي فيه شبابي فيش حاجة اسمها انا فشلت في حاجة اسمها انا ساعيد المحاولة انا بتكلم من خبرة بركة حقيقية طبعا مش بقول كلام قريته في كتب انا اللي بقول كده عن نفسي ان انا بتكلم من خبرة بركة حقيقية في حاجات اعدت المحاولة كم مرة مية وخمسين مرة بتكلم جد ايوه بتكلم جد المال هي البركة والسلطان بيجوا من ايه موضات عويد الرب عن ايه عن صبر وامانة وانتظار لن اطيع الاثم بعد لن يكون الابن عبد مش هيغلب مش هياخد الجولة مني وفي تلك الحقبة الصعبة من الرحلة سألت نفسي لو انا تخليت عن المحراس مش حصلح لملكوت السموات لكن لو انا مدت جسديا النهاردة وانا حاطت ايدي على المحراس هاخد بقى الاجرة هناك في ملكوت السموات ليه انا مدت وانا حاطت ايدي على المحراس خلي بالك من الحكاية دي ليس احد يضع يضع على المحراس وينظر الى الوراء يصلح لملكوت السموات النمو بيأتي بالتدريج المهم انك ما تنظرش الى الوراء اذكره امرأة لوت ما ترجعش ما تتنزلش ما تستسلمش ما تسيبش روح الملل الملل والكلل يشتغلك يبليس بيحربك حربه يبليس ضغطك اضغطه في الاخر سنكلل في حينه سنتوج في حينه وتأظهر رئيس الرعاة تنالون اكلين للمجن الذي لا يبله قوة غفران دم الرب يسوع المسيح قوة للخلاص قوة للفكاك قوة للشفاء باسم الرب يسوع قوة للفكاك من قيود الشر من قيود الخطية من قيود ابليس من اعمال روح الظلمة قوة فكاك قوة غفران قوة خلاص وفكاك قوة شفاء وتحرير باسم الرب يسوع المسيح روح الله القدوس تعالى علينا الآن من عند الآب باسم الرب يسوع المسيح بنعمة الغفران بقوة الخلاص بقوة الفكاك والشفاء والتحرير لمجد الآب والمسيح المجد الآب والابن والروح القدس في المسيح يسوع آمين